وأخيراً حنقدر نستخدم 1.2.1 على الموقع الرسمي 1.video إن شاء الله حط لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو هذا الموقع الرائع واللي النتائج بتاعته رائعة وحنشوف النهاردة مع بعض حنتعلم إزاي نستخدم الموقع وإزاي تحصل على كريدتس مجانية يلا بينا ما ترحوش في أي حتة حنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد على قناتنا النهاردة حنتكلم عن استخدام موقع 1.video كلها لك إن انت حتروح تسجل بجوجل أكاونت حتروح تعمل لوج إن وتخش بي sign in with google account في إمكانية كمان إن انت تسجل بحسابك على جيت هوب فالتنين موجودين أنا هعمل sign in with google account وحتحس إن الوجهة الخاصة بموقع 1 مشابهة لي كثير من المواقع الأخرى لإنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي أول ما بتسجل في الموقع بتحصل على 50 credits بشكل مجاني وبشكل يومي بتبتدي إن انت تدوس على check in علشان تحصل على 50 نقطة أخرى النقطة الأولانية اللي هي 50 نقطة الأولانية بتكون 50 نقطة طرحبية أما بالنسبة لي النقطة اللي انت بتعملها check in بشكل يومي بتبقى 50 نقطة كمان ما بتخدش بقى أنت 50 نقطة طرحبية دي كل يوم ولكن بتقدر تحصل على 50 نقطة اللي check in كل يوم فيه كمان حاجات تانية تخليك تحصل على نقطة وهي rate creations إنت لك مرتين لو إنت عطيت rate لفيديو مثلا تم إنتاجه تحصل على 5 credits إنت لك لحد إثنين ممكن أن تعملهم like أو dislike على فكرة مش شرط أن تعمل like وأعتقد أن هي بالcreations بتاعتك أن أنت treat creations بتاعتك وبالتالي الموقع هنا بياخد فيديوك هل أنت عجبك الكريشن ده ولا لأ فسي مثلا لو أنت عملت like هتاخد 5 نقط لو أنت عملت dislike أيضا هتاخد 5 نقط أو 5 credits تقدر أنت تحصل أيضا على credit من أن أنت تعمل publish للcreations بتاعتك بتاخد 20 credits ودي من الحاجات اللي بتخليك دايما تحصل على credits بشكل يومي يلا بينا نشوف استخدام موقع 1.video ونشوف إمكانياته أول حاجة حبتدي أن أنا أدوس على AI Video وأول ما حدوس على AI Videos حلقي Tickets to Video وال Image to Video بالنسبة للTickets to Video أنا عندي كذا model عندك Tickets to Video 2.1 Plus وفي عندك 2.1 Turbo وفي عندك 2.0 بالنسبة لي 2.1 Plus يعتبر Higher Quality كوالتي بتاعته كويسة جدا بيديك Advanced Motion حركة متقدمة جدا داخل الفيديو Realistic أيضا فيديو ولكن هو بياخد وقت شوية في الإنتاج عندك بعد كده التيربو والتيربو هو Faster Generation و Advanced Motion وكل حاجة لكن أعتقد أن اللي تحصل به على Higher Quality هيكون الأفضل أن أنت استخدم Tickets to Video 2.1 Plus هنا في أيضا Image to Video ممكن أن أنت تفعل Start Frame و End Frame عندك صورة عايز تبتدي بيها أو مش هت عايز تبتدي بيه وسين تاني عايز تنتهي بيه تقدر أنك أنت تعمل الموضوع ده وممكن عادي جدا ترفع الصورة بتاعتك وفي كمان إمكانية Optional أن أنت تحط الأمر أنت عايز إلي يحصل في الصورة في التاكست وفيديو الأول وهنا حبتدي أحط أمر من الأوامر اللي أنا عايزة أنفزها برا عن رائط فضاء وهنا أنا ممكن أقوله Enhance Prompt Enhance Prompt هيحصل لي كمان الأمر أكتر من اللي أنا كنت بقي فهنا أعطاني Enhancement للPrompt لو أنا عجبني هقول Use It أنت عندك هنا حد 800 characters فأنت ممكن هتحط التاكست لحد 800 characters عندك كمان الأسبكت ريشيو الأسبكت ريشيو 16 لتسعة أو لو أنت عايز فيديو بالتول تسعة وستاشر أو أي من الأبعاد الأخرى في Inspiration Mode Inspiration Mode هنا بتقول للموضل حطي الكرياتيفي بتاعتك Inspiration بتاعتك يعني حط اللي أنت عايزه بقى من عندك أنا لو أنا مش عايزة ألتزم بالموضوع ده ممكن أن أنا ما فعلهوش أو أخلي الموقع يعملهولي وفيه Sound Effect لو أنا عايزة يبقى فيه Sound Effect موجود في الفيديو فهينا هفعل Sound Effect أنا هفعل Sound Effect وممكن أشغل Inspiration Mode ممكن ما شغلهوش مش هشغله وبعد كده هبتدي أن أنا أقول له Generate Video وزي ما قلت لك هيخد وقت شوية 2.1 بلس وهنا هيخد 10 Credits في توليد الفيديو بتاعي هنا هبتدي Generate هنا بيقول لي إن التايم اللي هيخده 34 منت و42 ثانية لحد ما يتم إنشاؤه وارجع لكم بيه في الآخر تعالوا نشوف بقية الإمكانيات الموجودة داخل الموقع فيه كمان Image to Video إن أنا أرفع صورة وابتدي أكتب الأمر أنا عايزة إيه وممكن نجرب عشان نقارن ما بين البلاس وما بين التيربو ممكن أختار التيربو وابتدي إن أنا أنشئ حاجة تانية هبتدي أنشئ حاجة تانية هقول له Enhance Prompt Use It ممكن المرة دي أفع على Inspiration Mode بالSound Effect هسيبه زي ما هو وهنا هيستهلك 5 Credits بس مش 10 Credits وبعدين حدوس على Generate Video هنا الوقت اللي حياخده في إنتاج الفيديو باستخدام ال 2.1 Turbo هو 3 minutes و43 سكند أو 50 سكند أعتقد أنه حيتم إنشاءه الأول حنشوفه أيضا مع بعض بعد ما يتم إنشاءه نبص بقى بصة سريعة على إيه تاني موجود فيه كده كمان User Guide User Guide ده بيساعدك بشكل كبير جدا في توليد الفيديوهات ودايما أنا بنصح إن أنت تروح تشوف How to generate AI videos لكل موقع بيديك User Guide تشوف إزاي تقدر تنتج من خلاله الفيديو بالذكاء الاصطناعي فممكن تستعين بيه User Guide في مساعدتك على توليد فيديوهات جيدة بالذكاء الاصطناعي في أيضا عندي AI Images ممكن كمان أولد صور باستخدام 12.1 Plus 12.1 Turbo 12.0 Turbo و11 أنا هنا هستخدم Plus ممكن أستخدم نفس الأمر علشان أنتج صورة ممكن أعمل Enhancer للبرومت أيضا أحسن الأمر وأقول Use It وممكن كمان بقى تختار من الStyle Palettes الموجودة في أربعة بتختار ما بينهم أنا مثلا هختار Cinematic Storytelling في Inspiration Mode ممكن أسيبها وأعمل Generate للإمج وهنا موضوع الكرييشن مش هيخد وقت كبير لأن ده توليد صورة وعايزاك بقى تركز معي في الStyle Palettes أنت لما اخترت الStyle Palettes بيديك يعني كذا صورة في صورة واحدة أو كذا مشهد في صورة واحدة أنت تعمل بها محتوى ده في حالة استخدمت الStyle Palettes الStyle Palettes بيكون بالشكل ده لو أنت مش هتختار الStyle Palettes بتحدد الAspect ريشيو في الحالة دي هيطلع شكل الصورة بالمنظر ده وبص جودة الصورة بص جودة الصورة اللي طلعت فإذن الAspect ريشيو مش هتكون متفعلة مع الStyle Palettes لأن الStyle Palettes بيديك عدة مشاهد في صورة واحدة عاملة كده زي المشاهد اللي بتبقى في المجازين أو في المجلات وبالنسبة لو أنت ما اخترتش Style Palettes بص النتيجة جميلة ازاي وهنا تقدر أن أنت تحدد الAspect ريشيو بتاعك تعالي نشوف كده لو تم انتاج الفيديو ولا لا في فيديو تم انتاجه هنا كأن في شخص قاعد جوه عربية أو بيبص من ويندو على قطر ماشي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده وفي ممتازة جدا هعمل للفيديو وحتشوف دلوقتي الخاص بالفيديو وتقول لي ايه رأيك في التعليقات ياريت يا جماعة اسمع رأيكم في التعليقات زي ما انتو شفتم ده الفيديو ده بتاع القطر وهو ماشي فاعتقد ان الفيديو حلو جدا اما بالنسبة الفيديو التاني اللي انا استخدمت فيه التكستو فيديو 2.1 بلس يلسه حتى الان ما تمش انشاؤه واخد مني وقت كبير جدا انا بحس ان ده تضيح للوقت ان احنا نعود نستنى الفيديو فان شاء الله اوعدكم في فيديو قادم باذن الله حمل مجموعة فيديوهات بي البلس ايا كان بقى النتيجة بعد ساعة اثنين تلاتة اربعة يوم ان شاء الله باذن الله اوريكم النتيجة في فيديو مستقل خدت نفس الامر وعملت بيه الفيديو ولكن باستخدام التربو انا شوف موقع وان دوت فيديو من الموقع الرائعة والتي يمكن استخدامها بشكل مجاني بالكامل لو خدت بالك هتلاقي الكريدتس بتاعتي بقى 89 كريدتس فدي حاجة كويسة ما استهلكتش كتير ياريتولو رأيكم فيه التعليقات عن هذا الموقع وتجربوه ان شاء الله يعجبكم في انشاء المحتوى اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت ولو كنت اول مرة بتشوفنا ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته